أنا والله مقدرة ومحترمة كل اللي انت بتعمله هيروس يعني واحد غيرك ما كانش هيقدر يشيل المسئولات دي كلها لوحد وكان يروح يدور على نفسه واضح لأنه وراء رفت تختار فعلا يا سلي لا ده احنا رأينا ضاير خالص على فكر لا باتكلم بجد يعني اكتشفت فيك حاجات ما كنتش متخيلة ما هي فيك خليتني غاير نظرتي في الرجال عموما يعني ان انا لقيت حد عادل فيهم بس انت بس طب انت عارفة ان انا كمان من ساعة ما انت جيت البيت هنا وانا حسس ان البيت البيت بقى فيه روح كده وانا كمان على فكرة انت كمان ايه تبت فيها الروح انا جبت حاجات التوكولت كيك من السوبر ماركت وعملتها تحب اجيبلك احب طبعا طالما انت اللي عاملها هيبقى نجرب بقى وندوق بتعارفة ان انا بحبها قوي عارفة بسي اجيبلك ونكمل كلامنا سلام يا سلام يا سلام بسنا بيدك بجده حلو قوي انا ممكن اجملك في اي حاجة الا تشوكولت كيك بقى بزمتك يا مفترية كنت عايزة تروح تقودي في قتيل وتحرمينها من الحاجات الحلوة دي والله يوسف انا مش عارف اعمل ايه يعني حياتي متل اخبطة قوي دلوقتي مش عارف اعمل حتى اللي نفسي فيه خالص طب هو انا ممكن اعرف ايه اللي نفسك فيه يعني يبقى عندي كيان وبقى نكحة في كاريري انا مش عارفة تخيل نفسي بعمل حاجة غيره في نفس الوقت برضو عايزة ما كان اعمل الحاجة دي وانا مستراحة فيه طيب ما هو يمكن يبقى عندي كيان وتبقى نكحة في كاريرك لو فكرت برا الصندوق شوية برا الصندوق ازاي؟ اشتغل عندك في مستشفى مثلا؟ يا دي فكرتك عن برا الصندوق؟ لا طبعا مش قصدي كده انا قصدي ان انت ممكن تعملي فيديوز على اليوتيوب فيديوز؟ يعني انا ولا اطموحي بقى مغنية ولا بقى بلوجر مثلا؟ هم اللي بيظهروا على اليوتيوب هم اللي بيغنوا البلوجرز بس بس يا دليل انا كل اللي عايزوا منك انك تعملي نفس التمرينات اللي انت بتعمليها في الجيم بس فيديوز يعني تمراني الستات والبنات والشباب كمان بس من غير ما حد يدائيك كله من خلال انترنت طب انا هستفد اي من فكرة الفيديوز دي؟ لا لا من نهاية هتستفدي فهتستفدي كتير اولا هتمرسل مهنة اللي انت بتحبيها من غير ما تبقي متأيدة بمكان معين ممكن يدايقك فيه ثانيا بقى هتعملي ده وانت في البيت يعني من غير اي مجهود ثالثا بقى وده الاهم ان متابعينك ممكن يزيدوا وساعتها ممكن تكسابي فلوس كتير بص يا فكرة حلوة بس تنفيذها صعب يعني انا هعمل كل ده ازاي؟ لا مش صعب ولا حاجة انت بس يقوليلي اوكي وما تكيش دعوة انا هجيبليك كل الامكانيات اللي هتبقي محتاجات اولله يوسف مش عارف اقولك ايه يعني مجد وجودك فحيتي بقى فرق معي قوي هتصدقيني لو قلتلك انت كمان وجودك فحيتي بقى فرق معي قوي